في تسعين دقيقة شكرا لكم على المتابعة مواصلين معكم سوفين بن حميدة طرق الكحلي وخليل الرقيق نستقبله أحلام العبدالي أحلام اليوم بيش تحللنا دوسي الفوسفات سمعنا برشة حديث على أن يكون هذا هو الحل أو البديل لكل المنتظر في علاقة بالأزمة الاقتصادية في تونس تفضل كلمة ليك أحلام نرجو الكلمة رئيس الجمهورية قيس سعيد في اجتماع المجلس الأمن القوم إنهار الاربع 26 أبريل 2023 في قصار كرتاج الرئيس حكي على استعادة موارد الانتاج ولا خلينا نقول السبل التي يمكن لتونس أنه تعوض بها الذهاب بشروط مذلة للجهة المانحة الدولية خلينا نقوله على رأسها لفمي رئيس الدولة يقول أن الفوسفات التونسي من أجود الأنواع في العالم تبرون تحت الأرض كيف ما يقول هو تحت تراب وأنه بإمكاننا استخراج عشر ملايين تن منه سنويا نسمع رئيس الدولة ونرجعه هذه إمكانيات ذخمة وهبنا الله هذا الفوسفات وهذه المادة ويمكن أن تمثله بالنسبة إلى ميزانية الدولة الكثير فلماذا نترك هذا التبرى في مهب الرياح أعلم جيدا أن هناك متابعة مستمرة وأن الوضع معقد نسبيا ولكن لا بد من مواجهة هذه الأوضاع بحلول جذرية ولا يمكن أن يتواصل هذا الوضع على ما هو عليه منذ أكثر من عشر سنوات بالإمكان استخراج عشرة ملايين تن من الفوسفات في العام الواحد كان في وقت من الأوقات حوالي ثمانية أو تسعة ولكن بالإمكان أن نستخرج أكثر خاصة وأنه توجد العديد أيضا من المناجم الأخرى التي يمكن استغلالها ويمكن أن تبثله مصدرا بالنسبة إلى الاقتصاد التونسي يقيها حاجة اللجوء إلى الاقتراض من الخارج رئيس الجمهورية يتحدث عن الفوسفات الذي نذكره هو واحد من أكبر الثروات التي كانت تونس توظفهم وتستعملهم كأسلحة من أجل أن يتم النهوض بالاقتصاد وحماية الوضع المالي متاحة سنة 2010 هي السنة المرجعية في جميع الأرقام وتحديدا رقم الفوسفات اليوم في تونس نحكي على الرجوع للعودة بنفس نسق الإنتاج سنة 2010 يقول رئيس الجمهورية المدير المستشار لدام مدير عام شركة فوسفات قفصة شرف الدين بن يحيا يقول أنه بداية من عام 2020 يمكن إنتاج ثمانية ملايين تون من الفوسفات وهو الرقم المسجل سنة 2010 وهي السنة المرجعية المعتمدة في الإنتاج كيفما يقول بن يحيا اللي كشف على أنه الرقم اللي أعلن عنه رئيس الجمهورية انهار لربعة حول ملف الفوسفات هو عشرة ملايين تون سنويا يمكن تحقيقه وإنتاجه بعد 2024 نسمى وسي بن يحيا ونرجعه شركة هذية تطلب إصف مرحة لا إذا سي محمد صالح سويلي التجهيجات نسمى وسي بن يحيا نسمى كلك اللي بيحاول الله من حيث الجاهزية الفنية متاعنا باجتسم حمنا سنة 2024 السنة القادمة بتأمين إنتاج من يمليون تون معناها بش نرجع بحاول الله للرقم اللي حققناه سنة 2010 وأكيد بحاول الله بالحسب المخرجات المتاع المجلس الأمن القومي وإن بعد سنة 2024 يعني معنا 25-26 باش نحن نحققه الرقم اللي أعلم عليه سيدة الرئيس هذا سي بن يحيا كيف ما قلنا المستشار ردين مدير عام شركة فوسفات جفصة اليوم حتى حد ما ينجم يشكك وإنه كما قال رئيس الجمهورية الفوسفات هو ثروة قومية كبيرة برشة وطنية كبيرة برشة ومهمة وإنه تعطيل موارد الإنتاج ضرب السياحة ضرب الفوسفات وضرب نشاط الطاقة في تونس كلف الاقتصاد التونسي يعني النازيف دامي متواصل تقريبا من سنة 2012 لليوم خلينا نقوله ضربات الإرهاب بالنسبة للسياحة اضطراب الإنتاج بسبب الأضربات وبسبب عدم التسيير وعدم حسن التسيير عدم الكفاءة بالنسبة لبرشة أنشطة طاقية وكذلك الفوسفات لليوم إذا كان فيما أكبر عمل صحفي استقصائي نجم يصير في تونس فإنه يكون من أجل الكشف على ماذا حدث في العشرية اللي فاتت بشوصل للفوسفات تعطل ووصل الهواء بهذه الطريقة وأصبح تقريبا نشاط مجمد تماما وحتى حد معرف ليش هذية الكله صار سيمو حامد صالح اسويلم اللي هو مدير عام السياسات النقدية في البنك المركزي سابقا وكذلك المكلف بالعلاقات مع المؤسسة المانحة الدولية وعلى رأسها البنك الدولي يقول في تصريح اليوم لربريك الدوسي أنه هذية حل ممكن وأنه التعويل على الانتاج هو حاجة باهية لكن هذية يطلب وقت باعتبار وأنه أليات الانتاج ذاهية دمرت وتعرضت التدمير وأنه إعادة تجديد هي يطلب وقت وفي الأثناء فإنه تونس بحاجة إلى الذهاب لصندوق النقد الدولي والحصول على القرض لكن هاو كيفش؟ الشركة هذية تطلب أسف مرات يعني إعادة تجديد التجهيزات التجهيزات الإنتاج إعادة ربما تنظيم العمل كذلك إعادة منظومة نقل الفوسفات حتى تولي الشكاك الحديدية تقوم بدورها وبتباعة الحال الفوسفات وهذاك من الخيرات من تعلق البلد كيف وكيف تترول كيف وكيف السياحة تونس اليوم اللي كانت ترجع استثقات هذية إلى نشاطها الطبيعي وتحسن حتى من الأرقام اللي سجدتها في السابق فهي قادرة وبتباعة الحال أنها توفر مواد مالية إضافية للاقتصاد ككل في انتظار أنه رجعوا الآلة الإنتاجية إلى سالف نشاطها أنا أعتقادي وأنه لابد وأنه معناها يكون فهم اتفاق مع الصندوق النقل الدولي ولكن بشروطنا أحنا يعني أحنا إذي كان معناها قابلين لحنا هكومة ومقتنعين وأنه يعادت حوكمة المؤسسات العمومية هي ضرورة ترشيد الدعم ضروري حتى نوليون نستغلوا كل الموارد اللي ماشي للدعم واللي هو دعم تقريب ماشي للنسكل ماشي للمقيمين وغير المقيمين للأغنياء نذكر وأنه في الماضي القريب احتلت صديرات الفوسفات التونسي المركب الثالثة على الصعيد العالمي وكان يتم تصدير الفوسفات الطبيعي نحكيه بالطبع على ما قبل 2011 يتم تصدير الفوسفات الطبيعي ومشتقاته إلى ما يناهز خمسين دولة عبر العالم بعد تطوير استعمالات جديدة لهذه المادة خاصة في مجال إنتاج الطاقة الحيوية والاستعمال المباشر للفوسفات الخام كبديل للأسمدة المذابة الناس اللي خدمت في الدولة ولا حتى الناس اللي تابع في شأنه هو العصب الأساسي للاقتصاد التونسي تقريبا منذ عقود وعقود تضرب بعد 2011 ونحن اليوم نبحث السبل لمنع الإعادة التي هي مهم وواقعي كلام رئيس الجمهورية لكن آليات التنفيذ قد تتطلب وقت شكرا لك أحليم سوفين بسرعة نرجع بنقاء صغير على الموضوع اليوم الفوسفات أو عودة تنتاج الفوسفات هو نجم نقوله العنوان الأول للبدائل إذا كان نحكيه على فمي وإلا غيره في مجال الاقتراض هل ترى أنه على خطر يظهني هيا المستعج لا شوية حليا حد شاية إذا هو كنفة يكون تعاديناها المرحلة دي كنفة ماشي اللي أنه ضايع لبراسة وقت اللي اللي ساير مع الفوسفات هو أنه عندنا مثلا يقول إيش بد ما تردت حتى جبال تتهد شركة مطفات قفصة استعملها نظام من عليه صندوق مالية سوداء يفرق في الفلوس وبشي سكر في العباد بعد الثورة استعملوها الإسلاميين ما عليها لو أنه نشوفوا عدد المتمتعين المتمتعين بالعفو العام اللي تم انتدابهم في شركة وسط قفصة مقفل أنت شو ما فرق خلينا نشوفوا ساعة الوحدة كيفاش يخموا فيها خموا فيها على أنه سبية نجزوا عليها زيد عليها توقيف ما هو الحال المتاع نحن مشينا أعطينا فلوس نزيد وناخد من الكاسة ونفرق في الفلوس على شركات البسطنا اللي ما تسوى حتى شي لأن شركات البسطنا مزرعة الشجرة عباد قعدة من القاوي وتاخد شارية ويقول لك احنا شوف الدياجنوستيك هذي لقالة أحلام عنا العديد باجي قايد سبسي منطقة الفوسفات منطقة عسكرية الحلول المطروحة لم يطبق طوى طوى قايشة سعيد يقول أنه الوضع لا معناها ما عادش يحتمل اي لكن انا قاعد نشوف اي قاعد نشوف اللي خادشوا فيه هو أنه توا قاعدين يعملوا في شركات اهلية لنقل الفوسفات بالشحينات عشبيه 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 معناها أكبر 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 ثاوة عنا اليوم في تونس عم نعرف عليش قتلوا عشبيه 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 رو ما ادعاه حد بلي شركة الهلية بيش تحل موضوع الفوسفات بليك شينا ريقد اوضاني ولا اما الشركة الهلية موضوع منفصل الحبيه تنقل معناها عشبيه انو شركة الهلية تنقل الفوسفات خلي الميكروب او اللي المأساة كانت تحكي عليها تلخسوها في 4 كلمات للعباد ليس عندنا هو دجال من القوم يش عمل انطلق في التفكير ما زلنا ما وصلناش للكونكريه ليه وقال على جميع الاطراف انت تحمل المأساة في كلمتين انتي عندك انتاج من 2010 لليوم انخفض بنسبة الثلاثين 8.9 3.2 وعندك يا خلود التشغيلية طلعت بنسبة الثلاثين يعني كنت تعمل في 9 ملايين طن برب على لف خدام واللي تعمل في 3 مليون طن بـ 12 ألف خدام اضفت الى ذلك ما قال هو سوفيان يعني 12 ألف خدام المدمش زيدهم تقريب 10 ملايين اخرين حول شركة الفوسفات يتمعشوا من شركة الفوسفات هذه جمعية الرأي قطرة قطرة وجمعية البصنة وإلى غير ذلك يعني اهدار كامل ما تماش انتاج ونهارت الطاقة الانتاجية الاستخراجية انت 10 ملايين طن والوسائل الانتاجية انت 11 ملايين طن وين تروف ش نحكين شنعود انتم تزيروه اي انا سيدي نحكي معهم نعرفهم قال لك الشي التقنيات لا تشغل محمد التقنيات اللي انسخرجوا بها في 10 ملايين طن الكلها مهرية زم صيانة غالية بغير سكة اللي يمشي على الفوسفات الكلها مهرية معندهم شمار الكلها مهرية معنتها يلزمنا إعادة نظر في الموضوع كامل استراتيجية جديدة كاملة الحقيقة أنا والله العظيم أنه شي حشم على الأخر لو كان أحنا طوى بيش نحاول وأنه بيش نعملو الخراب اللي ساير لأكبر ثروة في بلادنا شي حشم أنه عام 23 الشي حشم برشة أنه في 2023 نحب ونرجعوا لوضعية 2010 راهو شي ما راهو شي مرحب راهو شي مرحب يلا تارك هي تنقدموا في صورة ما أنه اليوم حتينا كل الأسباب على طاولة وبدنا نلقاه في حلول لكي الأمور المترهلة في جوانبها الكل نتجاوزوها هل يمكن أن يمثل الفوسفات بديل حقيقي للقروض اللي تستنى فيها تونس إذا كنا نرجع للبرودكسون تعد 2009-2010 مثلا اللي هي ركور احنا جمعنا نحكي وعليه؟ أي ولا؟ أي بمعنى على مستوى طويل الأمد نجمي ساهم طبعا فوسفات من المواد المطلوبة عالميا وتونس عندها القدرات ومعروف هذا وقادرة نفس دول أخرى على مستوى السوق الدولي لكن هذا يجب وقت بيش نرجو لعشرة ملايين طن حتى راهو كان تم تجديد الوسائل والتقنيات وتسترى يلزم وقت لعشرة ملايين طن الحاجة الثانية اللي حاب نقولها هو مجلس أنا خلينا نقوله ساعة حاجة بيهي مو ديما نقولون التنقد وفيه الرئيس وتسترى به حاجة بيهي يصار مجلس أمن قومي على الموضوع هذا أنه يكون على موضوع البدئل كل نهار جاء عبدالبدوي يحذروا في دراسة هما حول موضوع البدئل لوتيوي يحذروا في موضوع البدئل مسألة نقاش حول البدئل مسألة مهمة أنه تثمين ثروة معينة وتطوير إنتاجها وتطوير وسائل إنتاجها بحيث تعوضنا وتكون أحد موارد الذاتية اللي تعوضنا على التدايونين نعم قيس عيد غير قيس عيد هذا ما وضوع استراتيجي وهذا موضوع يلزم التركيز عليه أنا للفتنة تباهي مجلس الأمن القومي هذية هو الحديث على تم تداول مجموعة من الحلول هما ما يتداولوش في المشكلة حسب بلاغ الرئاسة تم تداول في مجموعة من الحلول ولكن ما قالوش في مجلس الأمن القومي ما قالوش موضوع آخر ما قالوش عليه هذيك موضوع هل يمكن أن تكون حلو أمنية هل يمكن أن تكون حلو أمنية هل يمكن أن تكون حلو أمنية لا لا يتحطوا على حلول يتحطوا على حلول هذيك جزء ممورة لا هو موجود وزير داخلي نجد عنده كذلك. مش هذكر في حل المشكلة. موضوع ما نجفش حلوه بطريقة امنية. هو موضوع تقنية حل الصناعية. دونك اه اه خلينا نقوله نعطيه فرصة هاو وقتين شو ولت البارح صار ولا ولت البارحين. نعطيه فرصة نسجلو اللي الرئاسة قال فما حلول وقاعد تداول فيها. اه ان شاء الله يبدأ تبدأ التنفيذ فيها. ومرة اخرى نعود. هدا موضوع استراتيجي يتجاوز السياسة وتجاوز صراع السياسة. ويلزم الناس يكون لنحط لدين مبعضنا. بش انه اي مورد ذاتي عنا. وش بدك تحويل الفوسفات. الفوسف جيبس. كل شيء كل شيء. كل حاجة تنجم تخلينا نستعيضه على اي تداين دولي واي اقتراض خارجي هو خطوة ايجابية استثمينة. تبقى طوات ونشوف. خاصة تاني خلنا نعمل بمول بلاي ساسم البرلمان البارح. نحاول قدرة على العمل الرقابي على الحكومة. وعلى كل ما هو سلطة التنفيذية. ديور السيد بودر بيلا قال انا اه ان احنا السلطة الوظيفة التشريعية متاني زمها تتقارن مع الوظيفة التنفيذية وتتعمها. اما الرقابة مفهمش. مسألت الرقابة على شنية الخطوات اللي بيش تعمل وشنية الحلول اللي بيش تعمل? اشكال. كيفش بش نعملوا رقابة? احلي مش نختم معاك بسؤال هل اليوم حسب الخبراء اللي حكيت معاهم في الموضوع الحل الامني بانه اه اه تكون فما اه ارادة حتى العسكرة التامة للمنطقة هل هي من الحلول المطروحة اليوم? اينا نتصور. خرجوا برشا الناس قد ينفعلوا معنا بلي كومنتيك. اعطيها للجيش. اي بالذابة خطر. اه تعرف هل يش يقولوا لعبيد هكا خروط خاصة نكي نستحضروا تجربة الكامور. احنا نعرفوا كيفاش تحل بالواقع معناتها بابيض على اسود على الورق كيفاش تحلت مسألة الكامور. اتحلت لما الجيش اشرف على المسألة ديكا وتم فضل اعتسام بالقوة وارجع الانتاج. بالنسبة اليوم في صفات قفصة نتذكر احنا من وقدش من عامة. الرئيس السابق يا رحمة البيجي قايد سبسي قال انه الجيش سوف يشرف والعسكرة لكن ما كانتش اما الارادة السياسية الكافية لانه انا نعتقد وانه هذا مسار كامل مع انهاك الموارد متاع الدولة ومتاع ضرب المؤسسات الوطنية ومتاع رهن الدولة للخارج ومتاع اعلموا بلاد خطر البرمان. كانت عنده رقابة قبل على الحكومة. كانت عنده رقابة تيلة سنوات. البرلمان كان يراه والنواب هذو ما نحكيه عليهم. كان يشوفوا انه شركة فصات قفصة قاعدة تغرق واني هي حتى كانت عندها مساهمات على اطار جيهوي معاتش تنجم حتى توفي بها لاني كيف ما قال سوفيان. الشركة كانت عندها مساهمات حتى على سعيد رياضي والترفيهي وما الى ذلك واشياء اخرى. اليوم اه 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 فما توجهنا اعتقد حقيقي وانه يتم الحل الجذري للملف الفصفات. لكن نعتمد بطبيعة لانه الخبارات دي ما ادرى منه على كلمة سيمو حامد سالح اللي يقول انه هذا يطلب وقت. وانه الكلمة المفتاح انه لازم اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشروطنا. شكرا لك احلام ومواصلين بعد الفاصل نرجو الى مشاريع القوانين التي ترحت في مجالس وزارية ما عنيش اه فكرة كبيرة لحقيقة على ملامح هذه القوانين ولكنها منتظرة جدا قانون الصرف ويمكن انه بشكون فما اه قانون لأعادة النظر في التصرف الاملاك المصادر والاموال المنهوبة نرجو بعد الفاصل وترجع بحدنا يناس جعايبي. عارف لي سوفيان وخليل بالذات يا يناس كنترا قديش عندهم اه ما يقولوا فيها الموضوع باعترافهم داير قانوني يابش تحكي اليوم على قانون الصرف وتفاصيله ومعطياته يابش تحكي معك في حتى موضوع يلا الملامح متع زوز مشاريع تحكي عليهم الاسبوع هدايا في علاقة بمجالس وزارية اه تفضل ايناس قلنا عليهم. اه اليوم اه كانت فما جلسات اه وزارية حول زوز مشاريع قوانين اه اللي هما اه مشروع قانوني يتعلق بمجالة الصرف و اه مشروع قانوني يتعلق بتنقيح الاوامر الاوامر المراسيم الموجودة اه حول اه المراسيم عفت اه المراسيم المتعلقة بالممتلكات اه المصادرة اه اليوم خلود ساعة خليدة نحكيه على المرسوم المتعلق بالممتلكات المصادرة والجلسة الوزارية اللي تحب تنقع فيه اليوم في ما يتعلق بالممتلكات المصادرة نلقاو انه من الفان واحديش um 제일 صدرت مجموعة المراسيم المعنى مجموعة المراسيم اللي تنظم هو مش مرسوم واحد هي مجموعة مراسيم واسست معناها لعدت لجين اللي تنظم الممتلكات اه المصادرة والتصرف فيها من الفان واحديش الى اليوم. اليوم كنجيو نلاحظوا نلقاو انه ممتلكة المصادرة والتصرف فيها موقعش فيها تقدم كبير ونتسألوا عليش على خاطر اللي جين اللي اه سانسي تتصرف الممتلكة المصادرة هي ممثلة معنا هي تركيبتها لكلها نلقاوها من الحكومة او معظمها تكون مثلا من ممثل من وزارة المالية ممثلة معناها عدة ممثلين على عدة وزارات. نلقاو انه السلطة التنفيذية معناه اعضاء الحكومة هما اللي سانسي تصرفوا فيها نسألوا عليش يكون التعتيل معناها عليش التعتيل كل من الجين بالقانوني على الاقل ما فاميش معناها ما فاميش حاجة فريمو تخلي كسوال القرار معناها هكا ديسبرسي القرار بالعكس سنتخاليزي حسب اللي جين اللي سانسي تتصرف عاليش المشاكل والتعتيلات اللي سايرة هذي الكل. دونك احنا بناء على الكنستاه هذي اللي هو الناس مش انتيا كهو تقولوا لانه احنا حتى على ارض الواقع مثلا من ما بين الشركات المصادرة اه في الاعلام اللي احنا الوضعية نتابعوا فيها عن عن قرب لانه فيها زملائنا وضعية داعة شمسة معناها وصلوا الحالة اللي لو كان اه الشركة ما يقاعش معناها التصرف فيها بطريقة مستعجلة فانو الناس بيش تخسر الخدمة بتاعها وبيش تضيع كمبلتما الايضاع ذي العديد من الشركات اللي اخرى نوك صار صار التشاكيات الى غير ذلك اليوم القانون هذي شنو ينجم يكون فيه تغييرات ايجابية الى غير ذلك حسب رايك تارك. قانون للمتعلق بالاملكة المصادرة. هو اهم حاجة نزع. ساعة اولا نفهمة مؤسسة مهمة جدا. من المفروض طرح ملفها على الطاولة اللي هي مؤسسة الكرامة القابل. اي. اللي هي اه مؤسسة انا نعتبر انه قاع تسييس بعض التعيينات فيها في اكثر من فترة. وانه اه ما قامتش بتدور متاحها بالشكل المناسب. كيف تم كيف تم تسيير عدد من المؤسسات المصادرة. وقت اللي كانت تحت اشراف الكرامة هو موضوع مهم. في في علاقة بتحسين وتطوير الاداء متاع الدولة في علاقة بالاملكة المصادرة. النقطة الاخرى هو انه فما عنا مجموعة من الاملكة اللي تحت القيمة متاحة كيفش تعامل معها. كما بعض السيارات الفاخرة اللي كانت على ملك عائلة الرئيس. وهذا ينطبق دادة على القصور. القصور توانا قاسمعت ما نعرش هل هيدا دقيق ولا نفهم على الاقل تم تفويت في قصر يبدو في منطقة الظاحية الشمالية. لشخصية معروفة. بثمن ربما ما هوش مناسب. ايضا موضوع المتصرفين القضائيين اللي اشرفوا على تدقيق في عملهم. شكون ساهم في تدهور. تدهور. يعني مش مسأل القانون. الحب يقوله. تحسين. تطور تطوير الاداء. مش فقط قانون. قانون مهم. اما يلزم زيدا. كيفش تم تسيير الملف هدايا في العشرة احداشة. قرار سياسي وجوبرنانز زيدا يلزمها تكون صحيحة. اما انا قولك عندي ثلاثة ملاحظات. ملاحظة الاولى هو انه الاملاك المصادرة هي تجسيد لفكرة رزق البليك. كانوا ناشحين. لم لاك هذه في حاجة. عندهم قيمة عندهم قيمة كبيرة عالية برش. من اللي صدرهم قيمتهم تقريبا تلاشات. تلاشات. ما نقولش نقصد. هذي اللي احنا. الملاحظة الثانية هو انه الاملاك المصادرة لم تنفع تونس. لم تنفع البلاد. الواحدين اللي استنفعوا من الاملاك المصادرة. هم الناس اللي تم تعيينهم لتسيير هذي ادارة هذي الاملاك. اكراو. هل رس يطرح وهذه الملاحظة الثالثة. انه نحبه لنكرهه. فما قضية فساد كبيرة. فساد سياسي وفساد ماذي في الاملاك المصادرة. هاي. كما 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 الفصفات بالضبط. نقدوا اللوزو. نقدوا اللوزو شكونو. اي اي فساد. ني نبدأ. نحش. لا يزو الفكرة في سطرين. اي. شنه فلسفة المصادرة. فلسفة المصادرة هي تحويل ذلك الملك الخاص اللي بدون وجع حق تعتبروه به فساد. الى مصلحة عامة. اليوم في الوضع متاعنا. متع الاذاعات اللي تشريت. تنصر فعليها. يعني المصلحة العامة ضرت. والمصلحة الخاصة ضرت لاثنين. يعني انتي تاخد شركة في اوجي الرنتابلتي والقوة متاعها. يا قادر باش تسييرها باش تجيب نفس المربيح. يا فيسعة تفوت فيها باش للخواص باش. باش خيمتها مربيح. وخب معباد وكذا. شنه معناه اذاعة تصادرها تخلي العباد بلاش شاري. ودوره ما تقبل. اشن هو اللي اعملته في التالي. هدا هو الفساد السياسي بعيني. لانهم فعلا. طاحوا على اك الشي اللي تراكم في الفترة متاع بن علي. الكله على اساس غني متحارب حط هذا متصرف حط هذا كذا. ويوليو. سوء التصرف يجيب سوء التصرف وتولي المعاملات من لوتا وكذا. واذا بيع الشريكة باركة ما فيها حتى شيء. اللوت. يلزمنا كيف كيف هذي من المسائل اللي فيها اعادة النظر. يتخليها قوية سايبة. اه كاو. اه انيسة نمشي معاك الى مشروع اخر طرحة في مجلس وزاري وهو مشروع مهم ومنتظر جدا. اه للاستثمار العنوان الاول ولكن للعديد من اه انا تعفوا نقول القانون هذي حسنا احنا اتطورنا في الدنيا وفي الكوكب الارض. هو ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. خاطر مازلنا مارينيش مشروع التنقيح. مي هو احنا عنا اه قديمنا اليوم وضعية اللي هي وضعية الصرف في تونس هي وضعية تقليدية ومتهرية. خلينا نقوله انه اليوم القانون متاعنا متاع قانون الصرف ما يستعرفش معناها بالابديت اللي صار في العالم ما يستعرفش بالعمليات الالكترونية معناها ما يعالجهش بطريقة تخلي تونس تتفيدة انها تخسر مثلا معناها برشة مشاريع استثمار وبرشة عمليات معناها حتى حتى الخواص. بالمؤسسة هذه الستارتاب جديدة يعاني وكريمان يعاني ومن من العراقيل اللي تحطها مجلة مجلة الصرف اليوم. سوختو على خاطرها تتعامل معناه لتخنزاكسيون بالدوفيز وهذا اللي دابري البوبليكاسيون اللي نشرتها رئيسة الحكومة. هيدا اللي افراما بش يتعرضوه بش يحاولو يتفيدوه انه بش يحاولو يعملو عملية تعصير للتخنزاكسيون هذي امتاع البرة. ايه واني سبغ بيان. تعصير بالحقة. ايه. 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 تحسنا حسلو بيت. في انتظار الذي يمشي على ظهر الدواب ولي حشم ولي كل شي. شون عملو فيه? لا هو الاهم حاجة في علاقة با بقانون الصرف هنا يظهر لي هو انه ساعة قبل كل شي وضعه في الكنتكست متاع البرنامج الوطني للإصلاحات دير هو المقدمة متاع على النص متاع رئيسة الحكومة يقول في اطار البرنامج الوطنية للإصلاحات ولهنه كل ما تلحكومة تحكي على البرامج الوطنية للإصلاحات فهنا نحكيه على مفاوضات صندوق النقد الدولي نحكيه عليه ماذا يجب ان تفعله تونس في اطار الاصلاحات في اطار الاصلاحات التي تم الالتزام بها وقانون الصرف نحب نذكر مذكور بالاسم وبالتعيين في اتفاق 15 اكتوبر مع اتفاق الخبراء ستاف ليفل جريمت بيه شلو المطلوب خلنبعده على اللغة الصينية بريسك تشاينيز اللي خرناها في الواحد واضافة اليها التعصير نتيحها وكل شي عرب بعض نحطوا هذيك كل عن جنب شلو اهم حاجة تقول اهم حاجة اهم جملة هي جملة التالية اقرار مبدأ تحرير التحويلات بعنوان الاستثمار في الخارج خناعودها الجملة هذي اقرار مبدأ تحرير التحويلات بعنوان الاستثمار في الخارج هذي شو معناه? هاي معانا تا كيجيك استثمر خارجي حط فلوس بالدولار واليورو في تونس وقت اللي هو يقرر بش يخرجهم يخرجهم هذي مهوش الوضع حاليا الوضع حاليا يلزم اوتوريزاسيوم الدولة. مم. عليش كانت فاهمة الاوتوريزاسيوم الدولة لانو كان فاهمة تخوف انو في وضع ازمة في وضع كذا يسحبوا فرد وقت دوتيل فاسون اللي ما عادش عنه الاحتياطي متاعنا متاع العملة صعبة يتيح. هاي. هذي يتاو مطلوب من صدق النقد الدولي لانا عملو هذي. انو ما نعملوش اوتوريزاسيوم خليهم مقتلي دخل ويدخل يخرجوا تحويلات تاهم يخرجوا تحويلات تاهم. حب نقول اللي في مصر جزء من الازمة كان في الاجهر اللي فات وحتى اكثر من عام انو صار سحب للتحويلات بشكل فجئي وجامعي. نحب نقول اللي جزء من تعويم العملة الوطنية. تحريرها يتم عبر قرارات منوها هذي. هي خطوة اولة نجم تقول في تحرير الدينار التونسي. هذي بشكل حاجة ضخمة جدا. هو المشروع هو تعويم ثلاثين في المياه. شوف انا نحب انا نحب لهنين نربط باللي كنا نحكيه عليه في الفصفات. انا شوف تخبيليك هاوكا اشدنا وثمننا ويعطيه الصحة الرئيس وتستيرا. المشكلوين نعاوض نقولوها تاوى عنا درقش بن شهر. ايه اللي فمتها ناقض بين التوجه الانشائي وحتى ساعات السياسي متاع الرئيس والحكومة. الحكومة مواصلة في الحديث على برامج الاصلاحات وتعويم وتحرير المبادلات. ولموضوع متاع اللي هو سميه الاملاقات. وبالشيرة هو مواصل على تعاون تجيبه الموارد الذاتية من اللي في علاقة بالفصفات او كده. قبليك يا محمد سوال حسويل مشكاعة. محمد سوال حسويل بقال نحبه اتفاق. نحبه اتفاق اما بشروطنا. ايه. يتي كيفش تعملها بشروطك? مو اهم نقطة هي كيفش تعملها بشروطك? مش بالنية شروطك. طوى الحكومة والخوانين والمشاريع في شيرة ورئيس الدولة يتحدث في الكتاب ايك. طرق عمل بساج الفصفاتك وبدأ رؤية يستشرفيه كده في بالي منعنا. موش مش ايش بتقيس سعيد جده. خيمة لا اخداء. اه. 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 دقيقة. ملاحظة صغيرة. مجوري فكسينين. اليوم اليوم كنشوفوا باجري اس الحكومة نقاوها تحذر في برشة مشاريع قوانين. هنين تسئلوا. عليش الحكومة قاعدة تحذر في برشة مشاريع قوانين. معناه هي بشتحيلهم برلمان. اسكو هذية دور البرلمان. معناه اسكو بش نلقاه برلمان بش يقوم باقتراح مشاريع معناه مقترحات قوانين. نعم. وإلا بش يكون الدور التشريعي للحكومة. نعم وبالله مارا البرح ذي فتنة فاطمة المسجي جيت بحدينا وعندها مبادرة تشريعية في لتحقيق عمق السيادة الوطنية تنهار الاثنين نرجعو لها المبادرة ذي لانا كشفتلنا على ملامحة. يلا. تارك 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 اقصوله اول واحد الميكرو خليل يمشي يرتدي. لا ولا لا. نعمل لك. تحقيق عمق السيادة. لان سيادة عندها عمق. الباطل. شكرا لسوفيين. شكرا لينيس. خليل شكرا لك تارك. مرسي حلم العبدالي. بتسعين دقيقة. اتقول لكم بون ويكاند. ملتقر هالثنين. باي باي. بعد شوية.